السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم فتوحة سعيد في برنامج استشرفي دقيقتين تتمة للسؤال السابق الذي جاء عن حل الخلاف المراحل الخمس لحل الخلاف بين الزوجين السؤال الذي يقول زوجي ليس لديه ثقافة الاعتذار فبماذا تنصحينني عند الخلاف كيف أتعامل مع مشكلة عندما يكون الحق في صفي ذكرنا في الحلقة الأولى مرحلتين الآن نتناول المراحل الثلاثة المتبقية المرحلة الثالثة توضح مشاعرك مثل أن تقول قد شعرت بالأذى والدونية بعد الصراخ والشتم الذي سمعته لاحظ أيها الزوجة وأيها الزوج أنه ضروري جدا أن نعبر المرء عن مشاعره حتى يغلق الملف ولكن مهم جدا أيضا أن ننتبه وتنتبه إلى الطريقة وهي أن تركز على مشاعرك أنت أيها المتضرر بدون الإشارة إلى الشخص مثل أن تقول إنك سببت لي هذا الألم المرحلة الرابعة تذكري وتحدني ما الذي تريدينه في المرة القادمة مثل أن تقولي أسأل الله عز وجل أن يقويني ألا أكرر الخطأ الذي وقع وأرجوك في المرات القادمة لا تشتمني ولا ترفع صوتك علي خاصة أمام الأبناء مثلا المرحلة الخامسة في الأخير تغلقي أو تغلقي الزوائية والزوجة الحديث مثل أن تقولي مهما مررنا من تحديات واختلاف إلا أني أشعر بالأمان معك وحبنا لبعضنا البعض ينضج يوما بعد يوم ونقترب من بعضنا في كل يوم بهذه المراحل الخمس يجمع الزوجان بين مفهوم الاعتراف بالخطأ والتعبير عن المشاعر السلبية دون التجريح بالطرف الآخر ثم يحدد ما هو المطلوب من كل واحد وغلق الموضوع بالشعور بالأمان شكرا ونلقاكم في المرات القادمة مع برنامج استشارة في دقيقتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر